نجديد يسعد مساكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة خطار في استراحة الظاهرة تحديدا اليوم رح نتحدث عن الواقع الجامعي في طلبة الجامعة التطورات اللي حدثت على عملية التعليم الجامعي بالإضافة لمقارنات ما بين السنوات الماضية والسنوات الحالية في ظل ظروف جائحة كورونا وأيضا في ظل التطورات التكنولوجية والعلمية كيف هو الواقع الجامعي تحديدا في البصرة اسمحوا لي أرحد معنا عبر اسكايب من البصرة بعميد كلية شط العرب في جامعة البصرة الأستاذ الدكتور طاهر محسن منصور مساء الخير دكتور طاهر وأهلا وسهلا فيك حياك يا الله شتايا مساء الخير ويسعد أيامك إن شاء الله جميع العاملين في القناة المحترمة أهلا وسهلا فيك دكتور يعني بداية قبل أن نتطرق للعملية التعليمية في الجامعات وأيضا الواقع الحالي في جامعات العراق ككل والبصرة تحديدا حابة هيك أن نكون بلمحة بسيطة عن تتحدثنا فيها عن بداياتك العلمية وأهم تحديدا الأسادذة الذين أشرف عليهم في خلال المراحل الأكاديمية حياك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا الأستاذ الدكتور طاهر محسن منصور عميد كليشطة العرب الجامعة بكالوريوس من جامعة البصرة من الأوائل في عام 1976 الماجستير والدكتورة من فرنسا في موضوع الإدارة الستراتيجية من جامعة مرسيليا أهلا وسهلا أياك الله عملت في جامعة البصرة لفترة زمنية طويلة رئيس قسم إدارة الأعمال ومسؤول لبرنامج الدراسة العليا في إدارة الأعمال عملت أيضا في جامعة الزيتون الأردنية لفترة تسع سنوات من 2000 إلى 2009 ثم حاليا عدت إلى جامعة البصرة لكمل المشوار وحاليا أنا عميد كلية شطة العرب الجامعة ألفت كتب كثيرة في يمكن ما يناهز 25 كتاب أشرفت على العديد من طاريح الدكتورة والماجستير في إدارة الأعمال ناقشت أكثر من مئة طالب بمختلف مواضيع إدارة الأعمال سواء في الأردن أو في العراق شكرا هذا مختصر عام أهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا وسعداء جدا بوجودك معنا لليوم إضافة يعني ما شاء الله عليك سيرة علمية حافلة بالإنجازات أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أهلا وسهلا الله يبارك فيك دكتور إذا بننا ندخل هلأ بفكرة التعليم الجامعيني ما شاء الله أنت يعني خلينا نحكي من سنوات ماضية في الجامعات وفي الحرم الجامعي هل التعليم اختلف من السنوات الماضية عن السنوات الحالية كيف تقيم الوضع بشكل عام بشكل عام التعليم في العالم يتطور ولا يتحرر بشكل عام لكن هذا التعليم تواجه تحديات تواجهه العديد من التحديات وفق اعتبارات اللحظة والزمن الحقيقة العالم بدأ قبلنا في إعداد نفسه وتهيئة بضعة فيما يخص التعليم الألكتروني والتعليم من خلال وسائل الاتصال المختلفة احنا بشكل عام في الوطن العربي يمكن بدينا شوي بهمة أكثر عندما ظهرت جائحة كورونا واحتاجينا أن نعد نفسنا لأن ندخل في عصر جديد من التعليم وهو استخدام منهج التعليم الألكتروني بشكل مكثف طبعا هذا الأمر يحتاج توفير مستلزمات كثيرة قد تجد بعض الجامعات نفسها في إشكالية للحصول على هذه المستلزمات المتطورة سواء من خلال وجود المستلزمات المادية عن الأجهزة ووسائل الاتصال أو حتى من خلال نفسهم التدريسيين أن يعدون نفسهم لعصر جديد من تعليم الألكتروني متطور يحتاج إلى تواصل سريع مع الطلبة وتقليم ما هو مفيد لهم فهذه القضية بالحقيقة يمكن تكون فاصلة زمنية بأن الوقت الماضي الذي كان التعليم يجري من خلال وجود الطلاب في الحرم الجامعي ودخولهم للقاعات الدراسية لمواجهة الأساتذة face to face لنقل المعرفة بهذه الطريقة الآن طبعاً اختلفت الطريقة لأنه يمكن العديد من المواد تدرس عن بعد من خلال وسائل التعليم الإلكتروني ونحن الحالياً يمكن بدأنا يعني مثلاً في العراق وزارة التعليم العاجي بحث العلم العراقية بدأت من هذه السنة بتجربة التعليم المدمج اللي هو خليط من تعليم الإلكتروني وتعليم حضوري طبعاً نعرف أنه الجائحة لها أثر كبير على الوضع الصحي في البلدان المختلفة وبعض من امتدادات فيروس كورونا أصبحت خطرة لذلك يطلب الأمر تباعد جسماني وتباعد اجتماعي هذا الطلب أن نحط الخطة باتجاه تعليم الإلكتروني يحتاج إلى مستلزمات وفرناها لعدد من المساقات لعدد من المواد ومواد أخرى يمكن أن يكون فيها التعليم حضوري في الجامعة هذا ما تم العمل بموجبه لهذه السنة الحالية والنتائج جيدة ومبشرة بخير حمري نعم دكتور كنت أتطرق لهذه النقطة تحديداً التعلم الإلكتروني كان ضرف استثنائي وإجباري ممكن كان في خطط مصابقة تحدثت بأنه سيكون في توجهات بأنه يكون التعلم الإلكتروني في ظل هذه الثورة المعلوماتية والتكنولوجية البشهدها العالم لكن جائحة كورونا أجبرت الجميع على اتخاذ هذه الخطوة بشكل مستعجل وإجباري حكيت أن المخرجات كانت النتائج جيدة نوعاً ما لكن هل تقارن بالنتائج التعليم الوجاهي؟ يعني أنت كعميد في كلية شط العرب وأيضاً كأستاذ يعني مدرس لطلبة هل تقارن خلينا نحكي النتائج نقدر نقارنها في بعض نتائج التعلم الإلكتروني مع التعلم الوجاهي؟ نفس النتائج ممكن نحكي مرضية؟ شكراً سيد هذا سؤال بالحقيقة وجيه جداً وأعتقد يجب أن يأخذ بنظر الاحتبار بأهمية قصوى نعم إذا نأخذ جامعاتنا بشكل عام جامعاتنا العراقية أو حتى نعرف عند اتصالات مع جامعات في الوطن العربي نحن نشوف أكوفة فجوة أنه التعليم من كان تعليم حضوري كانت المادة تصل بسلاسة إلى الطالب والطالب يتابعها ويصير حوار ونقاش وتعميق للأفكار كانت الامتحانات تجري وفق وجود نظام للامتحانات دقيق حتى الطالب يكون مهيئ لتأدية الامتحانة في القاعة الدراسية الآن نحن نمتحن الطالب عن بعد الآن نمتحن الطالب عن بعد يمكن عدد كبير من طلبة لم تتوفر لهم اللي في السلزمات يجوز حتى أيضا مسألة لابتوب ما عنده يجوز الند ضعيف بمنطقته يجوز الكهرباء ضعيفة بمنطقته هذا بالحقيقة يرهق كاهل الطلبة وفي نفس الوقت نحن كأساته بالحقيقة يجب أن نعد نفسنا جيدا لأن تكون أسئلتنا أسئلة استنتاجية أسئلة فكرية أسئلة تحليلية وليست أسئلة استنساخية بمعنى يستطيع الطالب أن ينقل عن بعد طبيعة الجواب من خلال وجود التكست اللي عنده الكتاب اللي عنده أو الملزم اللي عنده ويرجع يرسلها للاستنساخ فأنا أعتقد لهذه الخطوة تعيها إدارة الجامعات مشكل عام وأتحاول أن تجد السبل الكفيلة بتجاوز هذه المشكلة يعني إحنا مثلا في كلية شط العرب التزاما بتوجيهات الوزارة كان عندنا مثلا عدد من دروس حضوري وعدد من دروس امتحانها الكتروني فأنا من أخذ إحصائية وأقارن بين النتائج أجدها نتائج مرضية لماذا؟ لأنها بالحقيقة متقاربة يعني مو معناها الدرس الحضوري تكون بنسب النجاح قليلة على اعتبار الطالب ما يقدر أن يغيش أو ما يقدر أن يتكلم مع زميل آخر فنتائج الامتحان الحضوري هي مقاربة للامتحان الكتروني فهذا يعطيني دليل بالطمئنة لكنه ليس كافيا يجب أن نحط الخطأ باتجاه تعزيز مستلزمات الأداء والتدريس الإلكتروني في نفس الوقت أيضا أن لا ننهي بشكل كامل أهمية المحاضرات الحضورية في قاعات الدرس وفي الجامعات يعني بشكل عام إذا قيس النتائج بالعموم كانت النتائج مثلا قبل كورونا قبل الامتحانات الإلكترونية كانت النتائج تأكي بشكل معين سنقول مثلا نسب النجاح سنقول 60% الآن يمكن أن نجدها تصل إلى 85% مع وجود الامتحان الكتروني هل هذه النسبة زادت بفضل فهم الطالب أكثر بسبب قدرتها؟ لا الحقيقة يمكن أن تكون بعض من أجزائها بسبب القصور في وجود سيطرة تامة على إجراء انتحانات إلكترونية ضمن مستلزمات ليست مهيئة بشكل كافي فيفترض أن نعمل على تهيئة المستلزمات لتكون الاستفادة من الإلكترونيك مجزية كما هو الحال في الجامعات تراقية في العالم نعم يعني بعد خوض هذه التجربة دكتور يعني أنت كتقييمك بتشوف أنه التعليم الوجاهي أفضل أم الإلكتروني؟ يعني هلأ كثير من الدول عم بتنادي بفكرة البقاء على التعلم الإلكتروني حتى لو انتهت جائحة كورونا أنت باعتقادك شو الأفضل هو الوجاهي أم الإلكتروني؟ أنا باعتقادي هذا يعتمد على طبيعة الظروف في أي جامعة أو في أي بلد بمعنى إذا أنا منوفر مستلزمات كافية في مزيد من التدريس والامتحان الإلكتروني يمكن أن أبقي نسب جيدة لتدريس حضوري يعني هذا اللي نعمل عليه إحنا حاليا كل ما تتوفر المستلزمات بشكل جيد الإلكترونيك وتكون الامتحانات عن بعد مرتبة ومطمئنة بالحقيقة يمكن أن ننتقل إلى الامتحان الإلكترونيك بطريقة أفضل حاليا أقدر أقول يعني 50% حضوري 50% الإلكتروني يمكن نسبة ملائمة ومعقولة لجامعاتنا العربية لكن أن نلغي كل الحضوري ونذهب باتجاه الإلكترونيك بالحقيقة هذا ليس صحيح لأنه لم نوفر بعد أنا أقول لم نوفر بعد للمستلزمات ولا الكادر التدريسي المؤهل فنياً وبشكل عالي جداً للولوج إلى هذا الجانب والاقتصار فقط على الامتحانات الإلكترونية يمكن أن نوازم بأني الأمرين ونبدأ أن نزيد مساحة الإلكترونيك لأن حتى ما نحرم نفسنا من أن نواقب التطور الحاصل في العالم نعم السنوات الماضية دكتور يعني وإذا نحكي بسنة التسعين والثمانين بهذه السنوات قديماً كان هناك كثير خريجين من الوطن العربي وتحديداً من البلاد الشام من العراق والجامعات العراقية تميزوا هؤلاء الخريجين بأنهم كفاءات عالية جداً الواقع التعليمي في الجامعات هل لازال في الجامعات العراقية كل وفي البصرة تحديداً شبيه للسنوات الماضية أم ظروف التطور التكنولوجي أثرت على التعليم وهل يعني أنت باعتقادك ما الشيء اللي تحتاجه اللي تحتاجه الجامعات حتى تتطور أكثر في العراق ككل طيب حضرتك طرحتي سؤال مهم أنا الحقيقة من الناس المواكبين مثلاً باقتصاصي أنا دارة العمال بكل فخر خرجنا طلبة فلسطينيين أردنيين من اليمن من الدول العربية الأخرى من سوال من سوريا بعضهم حالياً أساتدة في جامعات أردنية وفي جامعات سورية ممتازين وقدون أداء جيد هذا الأمر صحيح الآن أيضاً تستعيد جامعات العراقية يعني أنا أحكي عن جامعة البصرة باعتباري ابنها وكذلك جامعة بغداد مستنصرية يعني بالحقيقة الدراسات العلية فيها مؤهلة بشكل كافي خاصةً وأن هناك توادر بالحقيقة تدريسية ممتازة قد بنت خبرة ضمن سنوات كبيرة وهذه الخبرة تنعكس سواء في الأداء التدريسي أو في الأداء البحثي البحوث وكانت أيضاً عمليات النشر في المستوعبات العالمية سلوبس يعني جامعة البصرة يعني سباقة في أن تنشر بحوث في مختلف التخصصات على هذه المستوعبات العالمية بشكل رصين وممتاز وجيد فأعتقد يعني لا تزال عافية الجامعات جيدة وفيها دراسات علية مؤهلة وممتازة لكن يطلب أن نوفر المستنزمات ونحث الخطأ باتجاه مزيد من العطاء العلمي ومزيد من الأداء المتقدم وهكذا أجد جامعات في الدول العربية الأخرى الشقيقة سواء في المملكة الأردينية هاشمية في مصر لديه اتصالات مع الأخلصات المصريين في سوريا في العديد من الدول العربية تبشر بخير وهي ممكن يمكن أن نجد أصوات تدعي أنه نزل للكذا وفي مقارنات بين القديم والحديث والقديم دائماً أفضل أنا من غير المؤيدين لهذه الفكرة ليس القديم دائماً هو الأفضل الحياة تتطور وتتجدد وتمشي والشباب همتهم ممتازة يراد من عندنا كوادر تدريسية وكإدارة جامعية أن نحط الخطأ باتجاه نتماشى مع هذه الموجة في التطور وهذا التقدم في الأداء العلمية على الصعيد العالمي نعم جميل جداً صراحة نتمنى دائماً الزهار والتقدم لجميع الجامعات العراقية يعني حب أسأل عن موضوع الدراسات التقييمية التي تجريها العديد من الجامعات هل هناك دراسات أجرتها جامعاتكم دكتور؟ تتحدث عن الفترة الأخيرة التي تشهدها العديد من الجامعات كمثلاً التعلم الإلكتروني كظروف الجائحة كتقييم علمي في بيانات صريحة وواضحة هل هناك كان هذا الشيء؟ نعم نعم الحقيقة الجابعات فيها دوائر للجودة والتقييم للأداء الجامعي وهذه تجري بحوث ميدانية سواء قرب طلبة الدراسات العليا أو الدراسات الأولية حتى نشوف نفسنا كيف وصلنا كيف نعدل معاييرنا أيضاً أبدأنا نحتمد بالحقيقة بشكل كبير على المعايير العالمية خاصة في المعايير العالمية الرصينة والمعترب بها دولياً نحن لا تزال جامعاتنا بالحقيقة بالرانكينج يمكن شوية بعيدة لكن أنا بالحقيقة من خلال متابعتي أجد أنها ترتقي بشكل جيد وبشكل مقبول يتماشى مع طبيعة المستلزمات اللي موفرينها ومثلاً في جامعات بالحقيقة رصينة وممتازة بالوطن العربي سواء في المملكة الدينية الهاشمية عندنا في العراق في العربية السعودية في جامعات ممتازة ورصينة وتجري هذه التقييمات وتابع إدارات هذه الجامعات الارتقاء لكي يمكن أن لا نجعل جائحة كورونا سبب لتعطي المستوى العلمي والرجوع للوراء في هذا المجال نعم دكتور نحن نتمنى دائما التقدم والازدهار لكل الجامعات العراقية صراحة سعدنا جداً بالحديث معك وأيضاً بهذا يعني يعني رسائل صراحة مبشرة كانت من حضرتك حول الواقع الجامعي والأكاديمي في جامعات العراق والبصرة تحديداً نتمنى دائماً المزيد والازدهار لكل جامعاتنا وشكراً لوجودك معنا دكتور شكراً جزيلاً ستايا وأتمنى لكم مزيد إن شاء الله من العطاء وتقدم وشكراً جزيلاً لك وللآخر سيد ماجد مراسلكم في البصرة أهلاً وسهلاً فيك الدكتور طاهر محسم منصور عميد كليات شط العرب في جامعة البصرة كل الشكر اللي حضرتك وليوجودك معنا لليوم